بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا على كل اللي بسمعني معكم ماميس صفاء قناة تيوك اللي بسمعنا الاول مرة وعجب الفيديو لا ينساش اشترك وفعل درس حب اعرفوني في قناة ثانية اسمها يتيوك معرفة تابعونا على قنواتي تيوك ويتيوك ويتيوك معرفة ولا تنسونا باللايك ودعمنا دائما باللايك وكومنت للقناة انزل تحت واثبت وجودك بكومنت للقناة اليوم تعبير عن رعاية الصغار او تعبير عن الطفولة او تعبير عن رعاية الاطفال كله بمعنى واحد موجوز في القناة تعبير كثير عن الطفولة واليوم طلبت مني تعبير عن رعاية الصغار يارب يعجبكم يعجب الجل طلب مني عندي العناصر اذا تريدوا عناصر في البداية هنذكر العناصر لاني يطلبوا مني الكثير كتابة العناصر لأي موضوع تعبير اكتبي العناصر او الافكار فانا كتبت العناصر او الافكار رقم واحد مقدمة رقم اثنان اهمية او اهداف رعاية الصغار رقم ثلاثة من المسؤول عن رعاية الصغار رقم اربعة خاتمة دولة انعناصر كتبنا على اساس بالموضوع مقدمة عرض رقم اثنان وثلاثة دولة عرض رقم اربعة خاتمة مقدمة عرض وخاتمة ندخل كده على الموضوع قرائط الموضوع اول شيء المقدمة رقم واحد المقدمة المقدمة بتكون اصارة والتشويق يعني لمحة بسيطة المقدمة سطر او سطرين او سلاسة لا تزيد عن ذلك بتكون قصيرة ولكن في البداية ازرق بيض مسافة كلمة مرحلة الطفولة او مرحلة او الصغار من اهم واصعب مراحل عمر الانسان لان في هذه الفترة تتشكل فيها شخصيتهم وميولهم ومعتقداتهم لذلك واجب علينا برعاية هؤلاء الصغار من اجل بناء جيل واعد اضع نقطة من تعيض المقدمة اضع نقطة في البداية اطرق بيض وفي النهاية اضع نقطة لمحة كده بسيطة عن الموضوع اسعر والتشويق ندخل على العرض او العنف الرقم اثنان اهداف رعاية الصغار او اهمية رعاية الصغار ماذا يحرس بعد رعايتهم اطرق بيض مسافة كلمة فارغة بسيطة مثل المقدمة رعاية الصغار والاهتمام بهم له تأثيرا كبيرا على نموهم المعرفي والثقافي والاجتماعي وذلك من خلال الخبرات وتوفير بيئة مناسبة ولقد يحتاج الصغار للرعاية منذ مراحل مبكرة من حياته فهي تحسن من السلوكيات وتساهم في معالجة المشكلات كالعزلة وغيرها وكذلك تزيد من القدرات وتلعب دورا مهما في تحسين هنا تلعب دورا تلعب دورا مهما في تحسين الاستقرار الأسري والحفاظ على سلامتهم وصحتهم ذكرت العنص الرقم الثاني الثاني أهداف رعاية الصغار أو نقول تأثير رعاية الصغار والاهتمام بهم تأثيرهم عليهم من المسؤول عن رعاية الصغار نكمل الصغار هم مسؤولية كبيرة منذ قدومهم إلى الدنيا وتقع المسؤولية على عاطق الوالدين ثم تأتي في المرتبة الثانية دور المدرسة وما تزرعه في نفوس الأطفال من أفكار وإكتساب القيم وممكن نضيف اكتساب القيم والمبادئ والأخلاق ويتأثر الأطفال في مراحل عمرهم الأولى يتأثر الأطفال في مراحل عمرهم الأولى بكل ما يدور حولهم من تصرفات فيقومون بالتقليد ولذلك يجب الانتباه من جانب الآخرين من أجل توجيههم إلى الطريق الصحيح ولابد من الأخذ فيها لاعتبار الفروق الفردية بين الأطفال أو بين الصغر الفروق الفردية بين الأطفال أو الصغر أضع نقطة إن تهيت من العرض أضع كده نقطة الخاتمة أترك بيض مسافة كلمة مثل المقدمة ومثل العرض الأطفال نعمة من عند الله وهم زينة الحياة بأكملها ولذلك يجب علينا الحفاظ عليهم ونحسن في تربيتهم فهم أساس المجتمع وتقدمه وقد قيل الطفولة حياة الروح وروح الحياة أو ممكن نستشد بايو قرانية بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا نستشد لو تريدوا استشهاد بآية أو مقولة هذه مقولة وزيئة أي قرانية ممكن نستشد بايو استشهاد تريدو الخاتمة بتكون قصيرة يعني سطرين سلاسة بتكون قصيرة مثل المقدمة مقدمة والخاتمة بتكون قصيرة أنا جعلت هنا الخاتمة نصيحة ممكن الخاتمة استشهاد فقط ممكن استشهاد فقط في الخاتمة أو نرجع على نصيحة أو استخلاص الخاتمة ممكن خلاص الموضوع أو استنتاج أو استنتاج عند كتابة الموضوع نحاول بقدر الإمكان نلتزم بعلامات الترقيم اللي هي علامات الوقف الفاصلات بين الجملة والأخرى فاصلة أدي فاصلة أدي فاصلة فاصلة أدي فاصلة أدي فاصلة بين الجملة والأخرى فاصلة يجب أن يكون في نفس بين الجملة والأخرى بالفاصلات تمام والنقطة برضو النقطة في نهاية المقدمة ونقطة في نهاية العرض ونقطة في نهاية الخاتمة عند القول نضع النقطتين عند الاستشاد نضع المزوجين في البداية نفتحهم نغلقهم في النهاية ربي أجبكم فيديو فيديو عن رعاية الأفطال أو رعاية الصغار مقدمة وعرض وخاتمة إذا تريده قصير تريده قصير يعني في حدود عشر صدور يعني ممكن تلخصه في العرض المقدمة كما هي الخاتمة كما هي وتلخصه في العرض أراكم في الفيديوهات القادمة مع السلامة لا تنسونا ولا تفخلوا علينا باللايك لو تستفيد من الفيديو ولو بواحد في المية من الفيديو وانزل تحت كتب كومنت القناة كومنتاتكم ولايكاتكم بترفع الفيديو بتجعلنا نحن نستمر في كتابة الموضوعات وبتعطي لنا حافز كده في كتابة المزيد والرد على التعليقات وكل اللي تطلبوه أنزله لكم أراكم في الفيديوهات القادمة وإذا تستطيع تشير الفيديو شيرونا الفيديو واجزاكم الله خيرا مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة